مستغلا سوء الأحوال الجوية تمكن تنظيم داعش من استعادة كافة المناطق التي خسيرها بعد سيطرته على آخر جيب لقوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور بشرق سوريا وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي كشف أن خسائر قوات سوريا في البكمال وغيرها من المناطق فاقت السبعين قتيلا في اليومين الأخيرين كما أشار المرصد إلى أن سوريا الديمقراطية انسحبت وتراجعت من كافة المناطق التي تقدمت فيها منذ العاشر من أيلول الماضي في حين وصل داعش إلى الحدود السورية العراقية وفي المقابل لفت المرصد إلى أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بدأت بعد تراجعها عملية رس الصفوف من أجل استعادة ما خسرته وعلم المرصد السوري أن أسلحة متطورة ودبابات وعربات مدرعة وصلت إلى قوات سوريا الديمقراطية في حقل التنك بعد انسحاب الأخير من الباغوز والسوسة وسيطرة التنظيم على المنطقة وعودت التنظيم للوصول للحدود السورية العراقية مجددا بعد انقطاع صلاته المباشرة بالحدود